في بعض المراكز سجلت الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وبعد فرز جميع المحاضر والتأكد منها قيام مليون وخمسة وعشرين ألف واربعمائة وثمانداش ناخب قيامهم بحق التصويت والإدلاء بأصواتهم في جميع المكاتب والمراكز بنسبة قبل 11.22% نتائج دور أول من الانتخابات التشريعية لم تكشف سوى عن 7% من تركيبة البرلمان القادم في انتظار إجراء دور ثاني يشمل أكثر من 130 دائرة انتخابية نهاية فبراير القادم نتائج فرضها قانون انتخابي مثير للجدل بدأنا في إشكالة حتى قبل الانتخابات باعتبار أن هناك سبعة نواب أصبحوا نواب حتى قبل الذهاب إلى صدر القناة هذه نقطة لولا الآن يعني عدد الدوائر الانتخابية أيضا عدد الدوائر أيضا تغير وبالتالي فإنه اليوم هناك إشكالية حقية في تقسيم الدوائر المواطن لم يعد يفهم هل يذهب إلى اختراع قائمات أم أشخاص أم أفراد كيف سيسعد هؤلاء الأفراد ثم أيضا لأول مرة يشهد انتخابات الشرعية دور ثاني وهذا أيضا أدع حدث إيرباك لدى المواطن من بين 122 امرأة مترشحة للانتخابات لم تنجح في تجاوز الدول الأول سوى 3% من مجموع المترشحين البالغي عددهم 1058 مترشحا فيما اقتصرت نسبة الشوبان عن 5% نسب اعتبرت الأدنى قياسا إلى حضور الفئتين في البرلمانات الماضية اليوم كان عانا قانون انتخابي شارك في إقصاء النساء كمترشحات عن طريق عديد الأشياء منها أنه اليوم مفهمش دعم لمشاركة النساء قانون الانتخابي جاء على الأفراد هناك جاء على الأفراد معناتها صعب مهمة الشباب في أن يترشحوا بمفردهم لأنه نعرف الشباب وكذلك المرأة هي من الفئات الاقتصادية الهشة نعتبرها اللي هو ما عندوش معناتها تمويل كبير خاصة مع معناتها منع التمويل العمومي مخالفات انتخابية أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات تسببت في إقصاء سبعة مترشحين من السباق الانتخابي ونسبة تصويت وانقفزت إلى أكثر من 11% قياسا لما تم أعلانه في اليوم الأول للانتخابات فقد مثلت العنوان الأبرز للتعني في مصار انتخابي من قبل قوى المعارضة والمنظمات المدنية في الداخل والخارج حسم الدور الأول من الانتخابات التشريعية ولم يحسم الجدل السياسي بعد بشأن نسبة التصويت ونظام انتخابي أثار انتقادات واسعة في صفوف المعارضة والموالات على حد سواء ليطرح أسئلة كثيرة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد طفيق عائشة الحرة تونس